اشتركوا في القناة تسمع عن طرق علاج إن كان بجلسات لازرية إن كان بحبوب وأدوية الرتان شو مدى صحة هذا الشي وشو مدى خطأه؟ صحيحة فرح مثل ما قلتي كان هاي المشكلة شائعة أكتر شي عند الشباب حتى سموها حب الشباب ولكن على أرض الواقع البعض بيقول أنه علميا هي تتبع إلى تغير الهرمونات وممكن بعض تغيرات الهرمونات تكون بعض سن الشباب فبالتالي رح نعرف الصحيح بهذا الموضوع هل فعلا هي مرتبطة بهذا السن أم هي أكثر ظهورا بهذا السن؟ شو العلاجات الجديدة اللي أصبحت موجودة مع طبعا تحديث التقنيات وغير من الاستفسارات مع ضيفنا لليوم الدكتور هيسم الحسيني وهو اختصاصي بالجلدية صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك أستاذ صباح الخير دكتور يعني كثير أسئلة حول حب الشباب خلينا بالبداية نعرف هل فعلا كل الفئات العمرية ممكن تصاب بحب الشباب وليش سمينا تحديدا حب الشباب؟ الحقيقة حب الشباب بتظهر حوالين سن البلوغ فإله علاقة مباشرة مع التغيرات الهرمونية اللي بتبلش بسن البلوغ طبعا سن البلوغ مختلف عليه مرات 12 سنين مرات بالبلاد الباردة أكبر ولكن دائما التغيرات اللي مشوفها بحب الشباب هي غالبا تحصل بها الفترة يصير فيها تغيرات هرمونية طبعا بعد منها بتمتد ممكن أنه تنتهي بسن استقرار هرموني معين بالـ 24-25 ممكن تتجاوز الأعمار أكثر بيجون الناس بالـ 40 سنة وعم يطلع لهم الساعة اندفاعات اللي نسميه لحنا بالنحية الطبية اندفاعات العدية وهو العد اللي هو يساوي حب الشباب فبالتالي العلاقة كثير بالهرمونات لأنه بتبلش بصن النشاط الهرموني طبعا فيه آليات متعددة بتلعب دور بظهور حب الشباب اللي احنا فينا نقول انه ما بيكفي انه بس انه تغيرات الهرمونية ولكن فيه عندنا مشاركة التهابية وعندنا بروبوينونات عدية نوع من الجرسيم تداخل بالموضع إذن فيه عندنا الوراسة إلى دور معين فدائما لحنا في مجموعة قوامر بتلعب دور بظهور الاندفاعات العدية واندفاعات حب الشباب عند المراهقين يتبلش بسن معين وممكن انه تمتد لحنا كثير بيهمنا مثل ما اتفضلتي انه نحنا دائما نعالج علاج مبكر لأنه كثير بتأثر على مثل ما حكينا بتظهر بالفئات العمرية المطولة بسن الشباب فبالتالي ممكن تأثر على نفسيته ممكن تأثر على حتى ناحية الاجتماعية تعاطيمة على المجتمع وممكن اذا ما ما اعتنينها فيها وتركناها مثل ما كان يقال انه هو بطير بالحاله انه نطلع من حب الشباب بندب وتصبغات وعلامات دائما ضل ممدى الحياة نعم دكتور هيسم خلينا نحكي عن نقطة مهمة بنعرف انه فيه انواع لحب الشباب فيه البعض بيظهر له مثلا حبات بأماكن معينة وفيه البعض بيظهر له الحبوب اللي بتكون مثلا متركزة عند الوجنتين او الجبهة وما الى ذلك وبيقولوا انه بحاجة لتقشير او ريتانول او ما الى ذلك من الادوية خلينا نميز بين انواع الحبوب الحقيقة لحب الشباب يتظهر باشكال متعددة ممكن يكون الزوان الاسود اللي يشوفه على الانف ممكن يكون هو احد التظاهرات ممكن الزوان الابيض يحس انه اندفاعات مثل اللؤلؤية طالة على الوشحية نوع من حب الشباب ممكن يكون اندفاعات الحطاطية البثارات ممكن نصل لمرحلة نسموها العقيدية تكون فيها اندفاعات مثل الكيسات تظهر على البشرة اذا احنا عنا اشكال مختلفة من الاندفاعات الى علاقة كتير مثل ما حكينا بالوراسة بالاستعداد الشخصي بالحساسية الابتروبيرونية العدية هي كلها تبتلعب دور كيف نحنا بننعالجه وكيف بننقارب هذا المريض ونعرف الدواء المناسب يعني انا بيكون عندي مريض عنده زوان اسود يكفي مثل ما اتفضلتي انه انا ريت ان اقول او مركب حمض الفواكه او مقشر خفيف انه حلله هالمشكلة بالتقشير ولكن مرات في عنا حب مثل ما حكينا اندفاعات تاخد شكل عقيد وهي انا دائما قاوف بنا انه هي تترك لي اسر تترك لي ندبي كيف بدي قاربة وكيروح على دواء مثل الريتام وكيروح على ادوية الالتياع دعنا نحكي دكتور معلش عن هذا الموضوع بالتفصيل يعني ما بدنا نحكي بالمجمل لانه فعلا كتير من الاشخاص اول ما بيبلشوا يشوفوا بعض الحبوب بيتشوا فورا للريتام نحنا نعرف ان الريتام هو دواء يمكن بدنا نتريثش ويلازم وصف الطبيب لحتى نحنا نقدر ناخده خليني نركز على هذا الموضوع تماما نحنا المريض بصيراج على العيادة الطبية نحنا منقارب هذا المريض من هذا المريض عنده اندفاعات خفيفة على البشرة ممكن مثل ما حكينا نكون نوع مزيقوان او اندفاعات التهابية او بسموع حطاطية هذا المريض ما بيحاجة ان نروح لدواء يعني بحجم الريتام او دواء قوي جدا للبشرة ممكن انه نحنا نتعامل معه بمعالجات موضعية تعتمد على المطاهيرات تعتمد على مراهن معينة مثل بينوكسيد او بعض المقشرات ممكن نروح على ادوية الالتهاب اشهر ادوية الالتهاب نحنا نتعامل معها او منعطيها للمرضى هي مركبة التترايساكلين مركبة التترايساكلين الى انواع متعددة ممكن انه هي نقدر نسيطر فيها على الحالة الالتهابية لعند المريض وما منحتاج للروح لأدوية اكتر ولكنه قد احنا نبلش بأدوية التهابية وكريمات ونحس انه هذا المريض ما عم يستجيب او عم يزيب بدل اندفاعات فممكن نحنا نفكر بأدوية اكتر طبعا الأدوية الاعلى منها او الاقوى منها ممكن يكون احدا هو الريتان او ممكن نروح على بعض الادوية التانية اللي حتى هلأ بسموها ادوية بيولوجية لحتى نقدر نسيطر عن ناحية الالتهابية عند المريض اذا نحن بالمختصر المفيد عند المريض عنده اندفاعات قليلة على البشرة بشكل زؤاني او حطاطي خفيف هذا المريض ما بحاجة انه يروح لأدوية بحاجة لمطهيرات وادوية الالتهاب خفيفة ممكن نسيطر عليه حتى بعض الهسولات والمقشرات اللطيفة هي بتخلينا نحافظ على فترة صيانة بعد ما نحن نقدر نسيطر عن الاندفاعات فنحن ممكن انه بالمرحلة الاولى خاصة اذا راجعنا المريض بالحالة بالمرحلة الاولى انه نحن دائما بالتفاعل معنا او بالتفاعل مع الطبيب ننضل على بعض الادوية الخفيفة اللي نقدر نسيطر فيها ريسه ما يصير فيه عندنا استقرار هورموني ما يصير عندنا هجمات عادية بالحالات اللي الاولى منها ممكن نحن نفكر بالادوية الاولى طيب دكتور خلينا نحكي عن التقنيات الجديدة اللي بدأت اللي أصلا نسمع كتير بعض مراكز التجميل صار تدخل الالات مثل الليزر وغيرها لمعالجة حب الشباب او اثار حب الشباب بعض جلسات التنظيف وما الى ذلك هل تنصح بهذا الشيء وهي التقنيات كيف تستخدم الطريقة الصحيحة الى الحقيقة هذه التقنيات نحن نفضل انه تكون دائما بأيادي خبيرة يعني فينا نقول انه هنا الأطباء اللي أكتر يمكن نحطوا البروتوكول والمعالج طبعا نحن ممكن نروح على الليزرات ببعض حالات الاندفاعات العادية مثل بعض انواع الليزرات اللي ممكن تفيدني بنحية حب الشباب مثل انه هي القضاءة البروبيونية العادية هي الجرسومة اللي بتدخل بالآلية الالتهابية اللي بتسبب حب الشباب فممكن بعض الأجلزة مثل الكتيباء أو الكيو سويتش انه هي تقدر هي بعض الليزرات انه لحنا تقدر انه تخلينا نضبط الحب الشباب انه ما تخلي انه يزيد والتالي نقدر نسيطر عليه الأكتر منه اللي احنا منروح نستخدمها ومشوفها بالمراكز هي انه لحنا عملية تنظيفة يعني أنا عندي زؤان أسود أو زؤان أبيض هذا اذا ما رح على المقشرات أو المريضة لحوحة أو هي طبيعة عملها تحت انه هي ممكن انه ما بتحبوا نهدر يكون على الوشة أو حتى اشربها بعدها صار في اختلاف كتير بين الشباب والصبايا انه نحنا نلجأ الآليات تنظيفة تعتبد على بعض الأجهزة انه تفرغ لي هالزيوان الأبيض تعملي تأشير لهالزيوان تأشري الطبقة اللي حاسسها انه هي شوي طبقة طعباني على البشرة تعبت نجد للأرهاق تعرض للإضاءة للشمس إلى آخر للأرهاق التعب انه نحنا نعملها عملية تجديد بعالية تعتمد على تقشير خفيف على البشرة لا أنا عندي المريض رحلة مرحلة هي مرحلة متقدمة صار عنده حب شباب مع تنفي قال هذا بيروح لحاله مثل ما كتير نسمع نستنى حتى المقولات شعبية انه مثلا انه بالال24 وال25 ممكن انه يكون معد فيه هجمات حب شباب ولكن نحنا إذا عم نحس انه حب الشباب عم يعلم بأمر 18 بتركوا ما بتركوا يفترض انه أنا عالجه فبعض الأفكار انه لا بتركوا بس صار عندي ندبات على البشرة هم بقى بدي فكر انه أنا وين الليزرات اللي ممكن انه تفيد شو الآلية طبعا في عندي آليات كتير ممكن ممكن مثل فراكشنال ليزر انه تروح تعتمد على آلية تقشير ممكن نحنا آلية تعتمد على تقطيع الألياف بحالي انه عندي ندبات واسعة ندبات متعددة على البشرة حاول انه أنا قطع هالالتساخ اللي بيصير بالندبة انه حاول انه قطع الألياف تحت لحتى يطلع لفوق ممكن نعمل في آليات تسموها ديرما بين ممكن في آليات ميزة انه أحكم بعض المواد ممكن بالنذبات الكبيرة يفكر انه أنا بالفلار أحكم بعض الفلح لحتى رفع هالنذبات في عندي آليات كتير انه أنا رجع البشرة تقريبا للطبيعية ما حقول انه للطبيعية تقريبا والأفضل منه انه أنا أعطني فيها باكرة لحتى ما أصل لهالمرحلة هات سؤال ادفع ملايين أنا لحتى ترجع البشرة طبيعية كممكن بعمر معين باعتناء معين أنا ما أصل بوصل لهالمرحلة دكتور يعني كتير من السيدات يمكن تلجأ لحتى تبدأ بسن الأربعين أو منتصف الثلاثينيات لحتى تسأل عن طرق العناية الصحيحة بالبشرة وتغذيتها بشكل صح خلينا نعرف من حضرتك أمتى بدنا نبلش نحن فعلا نعطني بشكل صح وشو هي طرق العناية بالبشرة في حال كانت البشرة تقريبا خالية من حب الشباب دائما نحن عنا البشرات طبعا مختلفة طبعا في عنا بشرات دهنية بتحسي أنه ده البشرة دهنية فيها إفراز دهنية زيادة هاي نعتمد فيها على الوصولات نعتمد فيها على شيء من سميل نحن السيرومات المحطة على البشرة تتفاعل بع البشرة بطريقة جيدة في عندي بشرات جافة بالعكس بتحسيها بشرة جافة ودائما البشرة الجافة هي اللي بتخوفني كتير من تجعيد الباكرة اللي بتظهر حول العيد أو ممكن لأنه نشاف البشرة بيساعدها هون دائما النصيحة الأساسية اللي إحنا نطري ونبتعد عن أي شغلة بيخرج البشرة يعني الشمس بتخرج البشرة كثرة استعبال الميب والمنظفات بتزيدها تعرض كتير للمكياجات ممكن أنه كمان يكون نتيجة عكسية إذن كيف يتعامل كل البشرة إلى الطبيعة كيف يتعامل مع البشرة فبالتالي أنا بقدر أنه بأخر كتير التجاعيد دائما إحنا منوصل بلادنا بثلاثة بقى ثلاثة أنا وصلت ثلاثة بدأك تتلاقي لي حل ما بدي هالتجاعيد تطلع على البشرة بدنا شو ناخد كلاجين ناخد كريمات كلاجين شو بنعتني هون بقى بيكون القرار الصحيح أنه نحنا حسيت بعض التجاعيد بلشت هون لازم بقى اشتغلت حتى بقعت عن الإجراءات هذه كانت لسه هلا الإجراءات الأعنف من فينا نقول أو ما فينا نقول الأعنف ولكن أنه نروح على الفلر ونروح البوتوكس ونروح كذا لأن أخرى لعمر معين لفوق الأربعين للخمسين أنه ممكن تساوي الإجراءات لحافظ أنا دائما على نظارة وهو مطلوب عند السيدات أنه حافظ أنا على نظارة ورونق بشرة يكون جيد وجميل وتقدر فيها تطلع فيها على المجتمع فهذه العناية بالمراحل العمرين المتعدد لازم نعرف العناية بالبشرة طبعا بالفترات الأشرينات ما كتير لحنا مهتمين بعد الثلاثين إذا لحنا عنا أرهاق وتعب وستريس وشدة نفسية وتعرض للشمس وبرونزاج وكذا لازم نختار المراهم الكريمات بعد مننا نبدأ نفكر الإجراءات التانية تعتمد على الليزر أو على الحقونات إلى آخر يعني معلومات مهمة جدا ما حضرتك اليوم الدكتور هيسام شكراً لك ولوجودك شكراً لكم كل الشكر لك دكتور وبقية نهار حلو شكراً لكم